اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نضغط عليه نلاقي كل التفاصيل الوصفة ان شاء الله بدأنا بكوب من السكر احنا هنشتغل على لتر من الحليب اللي هو ما يعادل اربع اكواب معيارية هنضيف هنا كوب من الحليب سوري الطحين طحين ابيض عادي وهنضيف تلات ملاعق كبيرة من الكاكاو الغير محلة ولازم ننخرهم طبعا عشان نتأكد ان ما عنديش اي تكتلات في الخليط الجاف زي ما انتوا شايفين يبقى اضفنا السكر والحليق والطحين والكاكاو هنزل عليهم بلتر من الحليب طبعا يفضل ان هو يكون حليب كامل للدسم عشان يدينا طعم غني كده وريتش هنا زي ما انتوا شايفين اصحابي اضفنا الحليب هنضيف معلقة صغيرة من الفانيلا وهنبدأ نخلط كل المكونات على البارد حتى تندمج هنا بقى اهو زي ما انتوا شايفين كل المكونات اختلطت هنتركها جانبا قبل ما ننتقل على الغاز لازم نجهز الصنية لانه بمجرد ما الخليط يستخدم يعني يتكسف على الغاز لازم يتصبه مباشرة وهو ساخن هنا انا جبت صنية الفرن اللي هي الكبيرة تلاتين فاربعين وتقدروا تعملوه في تلاتين تلاتين بس يفضل ان الصنية تبقى كبيرة عشان المفروض ان الطبقة بتاعت الحلق تبقى رئيئة ما تبقى السميكة عشان نقدر نلفها هنا بقى قدامكم الاختيار القاعدة انا هنا اضفت حوالي كوبايتين كبيرة من مبشور جوز الهند لو ما تحبوا الجوز الهند تقدروا بسكوت شاي تطحنوه ناعم جدا بودر وتفرشوه او تضيفو كاكاو محلة اوكي هنا اخدنا المكونات الخليط رفعناه على الغاز وهنضيفو على نار متوسطة واول ما يبدأ يتكاسر اضفت عليه معلقة كبيرة من الزبدة واللي يريد يخلي الطعم اغنى شوية ممكن يضيف نص كوباية من الشوكولاتة لكن احنا كتفينا كده بالخليط انا كده خلاص طفيت الغاز وهبدأ دوب الزبدة على حرارة الخليط كده اصحابي خلاص الزبدة اهين دمجت هنبدأ مباشرة لازم مباشرة الملوخ خليط ساخن مباشرة بتصبيه على القعدة اللي احنا فرشناها في الصينية اما بسكوت شاي مطحون او كاكاو او مبشور جوز الهند كل واحد بقى حسب المتوفر وحسب الطعم اللي بيفضله طبعا اللي يريد يعمل الخليط بنكهة الفانيلا ابيض هيتستغنى تماما عن الثلاث معالق من الكاكاو ويخليه الخليط ابيض وطبعا لو ابيض وهتحبوا تعززوا النكهة تقدروا تضيفوا ربع كوب برضو او نص كوب من الشوكولاتة البيضة على الخليط هنجيب اي سباتل وكده معانا اصحابي ونفرش الخليط بطبقة متساوية اهو زي ما انتوا شايفين هنا بقى لازم اغطي الخليط وممكن مش تغطي يعني عملية التغطية مش اساسية ولازم نسيب الخليط هسيبه يبرط في درجة حرارة الغرفة اولا هو الخليط اصلا بيتمسك بسرعة وهدخله التلاجة اربع ساعات لتلات ساعات لازم الخليط ده يتجمد تماما هضيفه بقى هخليه ياخد درجة حرارة الغرفة اول وبعدين هدخله التلاجة من ثلاث لأربع ساعات واللي مستعجل يقدر يحطك ساعة في الفريزر هنا اصحابي بقى طبعا اللي هو الكريمة اللي هي بتبقى الحشوة بتاعة لقمة الباشا في الغالب بيستخدموا الكريم شنطي اللي هو البودر انا عن نفسي بحب استخدم الكريم شنطي النباتي السيلة بيبقى تمسكها اعلى ولونها كده ابيض وزاهي طبعا انتو المتوفر عندكم اللي هيحب بيستخدم هياخد كوب من الكريمة يخفقها السيلة او اللي هي الحيواني برضو عادي او هتاخدوا ظرفين من الكريمة البودر مع كوب اللي ربع من الحليب وتخفقوها ولازم الكريمة البودر لازم يبقى الحليب او المية مسلج لازم يبقى فيه قطع سلجة عشان يتتماسك معانا الخليط هتضيفيه في العجان او بمضرب الكهرباء العادي هنخفق حتى لازم الخليط يتماسك الموضوع هياخد مثلا خمس دقايق بالزبط كده خفق او ضرب متواصل حتى تتماسك الكريمة او زي ما انتو شايفين الكريمة خلاص عندي كده هي تمسكت وبقى لونها تحفى وقوامها مشاء الله تحفى لازم يبقى قوامها سميك لو لست خفيفة يعني معنى كده انت اضفتي لو انت بتستخدمي سائل بودر يعني انت اضفتي كمية السائل كتير على كمية البودر هتضعفي هتحضيفي عليها الكريمة بودر وتخفق تاني حتى يتمسك معاك الخليط عشان الناس اللي بتواجههم مشكلة اثناء خفق الكريمة هنا الخليط بعد ما قعد اربع ساعات في التلاجة هناخد بقى الكريمة ونفرشها بطبقة كده بسباتولة طبقة يعني مش لازم تبقى سميكة يعني طبقة يعني كده مجرد نغطي تغطية السطح بتاع الحلة وزي ما انتو شايفين لازم ان الكريمة تبقى متماسكة عشان نقدر نفرشها وتبقى بسماكة واحدة اهو زي ما انتو شايفين اهو هنا في المرحلة الاخيرة لما لست السطح حطيت الازباثره في ماء ساخنه وجففته وبعدين سويت سطح الكريمة هنا لو انت شايفين متماسك معاكي ممكن تشتغل فيها نقطع مباشرة لو حسيت ان الكريمة عندك مش متماسكة وساحت منك اثناء ما انت ما بتفرديها دخليه نص ساعة في التلاجة انا هنا الكريمة متماسكة هنقطعها كده بشكل مستطيلات طبعا تقدروا تعملوها حجم اصغر حجم اكبر يعني الحجم ده انتو حسب التقديم بتاعكو انتو هتتحكموا في التقطيع احنا عملناها هنا مسلسات كبيرة اهي طبعا بس انا التليفون فصل مني وانا عملت الجزء الاول فحبيت اوريكو برضو احنا كيف بنلفها بمنتعة سهولة شايفين بازبتلة بقطاعة اي حاجة بنسوي الحراف بتاعتها دي عشان كانت اخر طرف في الصينية اهو زي ما انتو شايفين بس بنجيب السكينة بشيل الاطراف دي عشان تديني شكل متناصق اهو طبعا الاطراف دي برضو بنخليها في طبق بتتاكل مباشرة بنبدأ ناخد الطرف اصحابي ونجمعها بنلفها اهي هنا بس عشان بيبقى احيانا فيه تكتلات من جزء الهند فانتي بتلفي وبتضغطي بخفة يعني اوكي وبناخد جزء من الجزء الهند اللي احنا حطناك طبقة وبنلف بيها بحيث ايه تسويلي سطح الحلقة اهو بمنتهل سهولة بتتعمل معين اهي باخد جزء الهند لو عندي اجزاء كده اهي زي ما انتو شايفين بتمسك كلها على بعض بسوي السطح بجزء الهند كده تلفت معنا رول بمنتهل سهولة لو هتحبوها تخلوا جزء قطع طويلة زي ما هي كده هتنقلوها على الطبق طويلة لو هتحبوا تقسموها تقدروا تقسموها على اتنين او على تلاتة اهو بروحتكم هنا دي انا اعملت جزء خليته واحدة كاملة وجزء اطعتها على اتنين اهو وبمنتهل سهولة بنشيلها اهي شايفين شكلها طحفة بنحطها مباشرة على طبق التقديم اللايكات يا جماعة عشان اترفعوا على الفيديو لو سمحتوا هذا الجزء التاني او في اي جزء اللي اتيه مثلا بين في البودينج او الحلة بنغطي السطح بجزء الهند او لو انت بستخدمها بسكويت بالبسكويت اللي هو الطبقة اللي انت حطها هنا اصحابي اهو تقدروا تقدموها كده بدون تازين بس احنا بما ان معنا كريم شنطيفة حبينا نضيف روزيتات كده ونكسر اللون شوية ونحط الكريز احمر اهو او تحبوا تحطوا اي نوع من انواع المكسرات بروحتكم هذا الحلق اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله طحفة وهنجيب كمان الجزء اللي هو الحبات الطويلة ما شاء الله عاطوني 8 9 حوالي 12 قطعة 6 انا 6 خلتهم كبار و 6 اطعطوهم كل واحدة نصفين اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله طحفة وكريمي بارد حاجة ترطب في الحر ده يعني وبعدين ناس كتيرة بتبقى عايزة حلويات بردة وبتخاف انها تعمل الجاتو ده بقى يعني حل مناسب جدا للناس اللي بتخاف او بيفشل منها الكيك عشان ما تعرفش تعمل الجاتو ده تعملوا بديل الجاتو سهل جدا وكريمي وطعمه مش قادروا صفولكم ان شاء الله هتجربوها وتعملوها ان شاء الله وتطبستوا عليها هتعتمدوها حالة سهلة وسريع ما بياخدش منك اي وقت اكيد عندك كسين كريم شنطية وعندك حليب واللي ما يريد بالشوكلت يقدر استغنى عن الكاكاو ويخلي الخليط ابيض يبقى فانيلا هيبقى تحفة ان شاء الله ان شاء الله المقدير كلها اكتبالكم في صندوق الوصف ما تبخلوش علي باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت الحلو اشوفكم فيديوهات جاية كتير وحلويات سهلة وسريعة السلام عليكم